هذه التدوينة اللي تحت عنوان حرب الإبادة والتجوية في غزة كل يعمل على شكلته كتبت فيها الكيان المحتل لا يفعل إلا ما يخدم مشروعه التوسعي وقتلوا للقييم الذين لا فرق بينهم وبين البهائم بل استهداف أطفالهم ونسائهم الحوامل أفضل من غيرهم لذلك لا يهتم مجرمه بأي قرارات أو عقوبات أمريكا أيضا لا تدعم سوى كيان غاصب يشبهه في تأسيسه قيامها على حساب السكان الأصليين من الهنود الحمر ومثلها أستراليا ألمانيا وإيطاليا يواصلان نازيتهما وفشيتهما بلبوس عصري بريطانيا هي الرعي الأولى للمشروع الصهيوني فليس غريبا عنها مواصلة خدمته بعض الأنظمة المتخاذلة أو الخائنة لا تقوم سوى بما يشرفها من بيع شرفها وشرف شعوبها دول الطوق أي أنظمتها تواصل الخذلان وتحسب نفسها غير معنية بوجوب نصرها ومن اعتاد أن يندد فقط بالكلام خوفا عن مصالحه الاقتصادية من أن تتضرر بتدخل مباشر يواصل صراخاه ومن يتفرج دائما لأنه يحسب نفسه بعيدا عن أي نزاع أو صراع ولو كان يبيد الإنسانية فهو لا يحرك ساكنا لأنه ألف الفرجة للأسف ومن اعتاد أن يسجلوا قلقهم من مؤسسات دولية فقد أبدوا قلقهم وكلفوا أنفسهم ذلك والنظام المصري واصل خنق القطاع وعرقلة الدخول أو الخروج منه كعادته لأنه إن خشي استهداف دخول المساعدات فلماذا لا يسارع لاستقبال الحالة الطبية المستعجلة عودة للكيان المحتل هو يواصل تنفيذ مخرجات صفقة القرن التي تقضي بالتهجير القصري لسكان القطاع مع تواصل سير قطار التطبيع فالله منصر عبادك الصالحين واحفظ إخواننا من كل سوء اللهم افرج كربتهم ولا يأتي رمضان إلا وهم آمنون قناة إبراهيم أبو جابر رحلة تيفي